على اختلاف وتعدد جنسياتهم وأذواقهم لكن جميع المشاركين هنا في معرض القاهرة الدولية للكتاب يتفقون على هدف واحد ويقفون على أرضية واحدة الكراءة والمعرفة دون سواهما هذه بالنسبة لنا مش أول مشاركة يعني نشارك من زمان وحنا حريصين على مشاركتنا في جميع معارض دولية جينا من لبنان شفنا هالمعرض الجميل كتير اللي غني بالثقافة والعلم ومتنوع وهالتنسيق بين الأجنحة التنسيق بين الدور يعني كلهم ما بتحس انه في فوضى كلهم متنسق متنظم ومعلومات كتير حلوة وليحنا شاكرين لمصر الواحد بيفرح جدا وبشوف هالمعرض الترتيب والتنسيق وهالمساحات الكبيرة جدا بيكبر بيشعر بمصر وبكبر بمصر الحياة سور عدة للثقافات العربية تعكسها الأجنحة المختلفة في المعرض فهنا نجد ملامح العمارة الأردنية الأصيلة في ثوب عصري يجمع بين الماضي والحاضر نعمل بطبيعة الكتب الإبداعية المتعلقة في عدة مجالات منها كتب مهارات الحياة كتب تعديل السلوك هناك تطور كبير جدا في معرض القاهرة من ناحية التنظيم من ناحية المكان من ناحية اللوجستيك المتعلق بدخول الكتب الأمر أفضل بكثير مما كان سابقا لا شك أن معرض القاهرة عاد كمعاهدنا دائما أن تبرز القاهرة ومصر على أنها ما زالت تتربع على قيادة معارض الكتاب في العالم العربي نافذة ثقافية تفتح على مصرعيها كل يوم بالعاصمة المصرية مع استمرار فعاليات معارض القاهرة الدولي للكتاب الذي تتزايد نسب الإقبال عليه يوما بعد يوم ما يمثل فرصة ذهبية للاطلاع على ثقافات مختلفة سواء من خلال العديد من الإصدارات الجديدة أو اللقاءات الأدبية والفكرية والندوات أيمن عماد هنا القاهرة عاصمة الخبر